معتذاتها يبحث بيراميدز المصري عن انتصاره الرابع تواليا في كأس الاتحاد الافريقي حين يحل ضيفا على الصفاقس التونسي في مباراة يطمح الفريق المصري لأن تكون بوابته نحو التأهل التفاصيل في تقرير مراسلنا عمرو فهمي ثلاثة انتصارات متتالية منحت بيراميدز العلامة الكاملة في جوالات الذهاب من كأس الاتحاد الافريقي وفوز جديد آخر سيكون كافيا لضمان التأهل إلى ربع نهائي ولكن المهمة لا تبدو سهلة في ضيافة النادي صفاقسي الذي يسعى بكل قوته إلى استعادة توازنه وهو ما جعل قيادة الفريق المصري تتوقع ظهور أصحاب الأرض بشكل مغاير لتحفظ الدفاعي الذي ميز أسلوبهم في اللقاء الماضي بالقاهرة والله أتوقع أنها بقى طبعا مفتوحة أكثر منهم مش هايبوا مستعجلين أوي لكن هم يجربوا في الأول على معتقد وإن شاء الله نبقى مستعدين للمباراة وهم فرقة جيدة جدا وعندهم لعيبة جيدة وعندهم منظمين لكن في الأول وآخر اليوم المباراة تبدو موضوع مختلف شوية نشوف إيه لا يحصل وإن شاء الله ربنا يسهل ونبقى مستعدين فقدان صدارة الدور المصري بعد هزيمة كبيرة أمام الأهل بثلاثية قد يؤثر على معنويات بيراميدز بيد أن التركيز خاضر على الساحة القرية وخصوصا في البطولة التي عاندت الفريق في أدوارها النهائية خلال الموسمين الماضيين عايز أعمل حاجة السنادي مع الفرقة ومع النادي أنا شايف أن النادي يستحق أنه يبقى حتى كويسة وإن شاء الله نخبط بطولة فأتمنى أن نداري حاجة السنادي فحاول أطلع كل أقصى حاجة مع عندي زي أي لعيب موجود وإن شاء الله نسعب بعض أن نعمل حاجة كويسة صفوف بيراميدز مكتملة للقاء وقدرات لعبيه ليست موضع شك فلا يبقى إلا التأكيد على أرضية الميدان عمر فاهمي بين سبورتس القاهرة ويدخل سفاقسي مواجهة الجولة الرابعة أمام متصدر المجموعة الأولى بيراميدز بهدف الخروج بفوز يدخله في حسابات التاهل إلى ربع نهائي تفاصيل أوفا في تقرير نافع بن عاشور بعيدا عن معقله في سفاقس لكن أمام جماهير غفيرة ستتحول إلى العاصمة التونسية لشد أزر ناديها من أجل تحقيقه فوز يحافظ به النادي سفاقسي على حضوظه كاملة في المراهنة على أحد بطاقتين العبور إلى الدور القادم من كأس الاتحاد الإفريقي عند مواجهة متصدر المجموعة الأولى بيراميدز المصري مباراة بشتلخص كان على تروابوان إن شاء الله إن شاء الله نكونوا حاضرين لعبت كل حاضرة الولد كل حاضرين إن شاء الله روحوا كان بتروابوان من ردس مباراة ماشي تكون سهلة لليلنا لليلهم إن شاء الله نعرفوا كيف يشتعاملوا معهم إن شاء الله بقدرة ربي تروابوان في سفاقس إن شاء الله بعد الخسارة في آخر تنقلين إلى ليبيا ومصر ستشكل العودة إلى القواعد فرصة للجهاز الفني لوضع الخطة الكفيلة بتحقيق الفوز الثاني في المجموعة مع ضرورة إيجاد حلول هجومية غابت في المباراة الأخيرة يجب علينا الفوز إذا ما أردنا المراهنة على إحدى بطاقتين التأهل الحصول على النقاط الثلاث أمر حتمي تحت الأمطار النادي سفاقسي ينهي تحذيراته لمواجهة متصدر المجموعة بيراميدس المصري في مواجهة لخيار فيها لرجال المدرب البرتغالي جورج كوستا سوى الانتصار